المفروض البنك المركزي أن يراقب السوق دور البنك المركزي هو مراقبة السوق المالية مراقبة المصارف تحديد سعر الفائدة تحديد سعر العملة هذه النقاط الأساسية البنود الأساسية في البنك المركزي عندما يكون هناك عدم مراقبة بشكل مهم جداً للمزاد العملة بالتأكيد سوف يكون هناك مضاربة كما كان يعني كان في السابق 1190 وصل بحدود 1300 يعني الهامش الموجود أعلى من الهامش الآن وممكن أن يكون أيضاً الهامش الموجود الآن أعلى في المستقبل عندما تكون هناك مضاربة ولم يكن هناك دور للبنك المركزي ومراقبة العملة للبنك المركزي لأنه الآن السوق محدد بالشائعات الشائعات سوف ترتفع العملة سوف يكون هناك تعويم عملة والبنك المركزي لم يدخل إلى السوق بواقع قوي وفعلي وليس بالتصريحات لأن التصريحات الآن للأسف الشديد ليس لها قبول في الشارع العراقي شارع العراقي ينظر إلى السوق بما موجود فيه من هذه الشائعات وانخفاض سعر الدينار العراقي ووصل 1500 و 1505 بهذا الشكل المفروض البنك المركز يدخل إلى السوق المال يدخل إلى السوق المصرفي ويحاول أن يهدئ السوق بعمليات حقيقية فواقعية في هذا السوق ويحاول أن يهدئ السوق ويلغي هذه الشائعات